12 نصف النهار و 34 دقيقة نرجع معك سيحمادي كنا نحكيه مع الكاتب العامل الاتحاد الجيهوي لشغل بسوسة سيقاسم الزمن على استقناف اليوم نشاط المعامل الألية بصفة تدريجية ترضي العمل ما ترضيش هذي موضوع نقطة مهمة برشا حابت نرجع معك شوية على الخلفية متع الموضوع هذي الأسباب اليوم اللي خليت الشركة هذي تغلق أبوابها الأكثر من عامين نحكيه على عامين وسبعة شهر المعامل الألية بساحل هي تقريبا تعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية الصناعية بالذات اللي هي موجودة في سوسة وكيفها كما استياه كما عديد المؤسسات في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة شهدت بعض المشاكل نتيجة أنه بعض جل أعمال يمشيوا يصنعوا السلع اللي هما تخدم فيهم الأماس ويحطوا عليهم علامة الأماس ويجيبوا فيهم الصين ويتباعوا في تونس كيفاش يدخلوا كيفاش يتباعوا في حين أنه المفروض ما يدخلوش لأنه مذوقهم كونتر فاسون يعني تقليد اللي حدث عليه هو أنه الأسعار متع الماس مصنوعة حسب المواصفات وبتقنيات جيدة وصلعة مضمونة بالأساس تلقى قدامها نفس السلعة هذيك تجيب لك سبالة باربعين ألف فلاخ ويجيب لك سبالة بعشر ألف وبطبيعة تعرف أنه الجانب هذيه إغراق السوق والمنافسة الغير شريفة خليت مؤسسة للأماس تلقى صعوبات وبدأت شوية صعوبات على مستوى الخالصة الجانب الثاني هو أنه اللاميس راهي كيفها كما عديد مؤسسات كما معمل السكر كما مؤسسات الوطنية شاهدت في الفترة السابقة في الفترة السابقة ما نسلق اللوم على أحد ناس لكل مسؤولين شاهدت كثير من الصعوبات وصعوبة هذيه خليت الخدامة اللي يعملوا إضراب اللي يعملوا إيلا لين وصلت إلى مرحلة أنها معاش قادرة باش تخلص الخدامة متاحة ووقتها سكرت المؤسسة اليوم إنها رجعت راهو مهم برشة عليش لأن شركة المعامل بالساحل نحن عملو لها إشهار لأنها مؤسسة وطنية وعلامة لاميس راهي علامة مهمة جدا واليومة في السوق في المقابل خرجت علامات تجارية أخرى للمواد وكثر التوريد من بلدات أخرى لأنه إحنا كنا نعرف لها ميسر ومو تخدمش كان السبابل تخدم السبابل تخدم لنوكوس وتخدم العديد من مكونات اللي هو كل ما فيه والقطاع الأكسسوار هذا هو مصير المتخدم بالنحاس ومتعال ثم شركات أخرى منافسة طلعت توا في السوق اليوم عودت 300 تخدم هو قول كانوا فيها صحيح كانوا فيها 400 تخدمه لكن مع مرور الوقت ثم ألي خرجوا في التقاعد وثم ألي خذيوا في التقاعد مبكر وذي طبيعي لأنه بحكم ورسلني اليوم أكيد لا ميسر تخدموه تستوعب يد عاملة جديدة وتقنيات جديدة وتدخل من جديد في السوق للمنافسة ويقول أنها سيقاس مزمنيا وثمام إمكانية شراكة مع مؤسسة إيطالية وذي يذكرنا نفس الشي كما معامل البنويت اللي هو بيريلي اللي في طريق ما بين القرون ومساك شفت مؤسسة هذه راي مشكلة كبيرة وقت اللي تلقى ما تلقاش ناس تفهم وضحي شوية يزم شوية تنزل أنا اليوم كي نحكي ومع سيقاسم أنه عشرين خدام من فزدوا إيش اليوم هالفرحة هذه من أجل عشرين خدام لأنه أجرت عشرة أيام مرات احنا نطلقانا ننظروا صحيح كل واحد يحب أنه يطمح أنه يكون ضمن جماعة اللي يرجعوا ولكن في المقابل هل أنه بالإمكان أحسن مما كان نتمنى وأنه اليوم يلقاوا اتفاق وما نمداوش من أول نهار في تشنج ونضيعوا الطاقة متاعنا والوقت متاعنا في الحوارات حاول يرجعوا العشرين خدام ولا ما يرجعوش مع العلم سي حمادي أنه العقد اللي تم معلتها إبرامو يقضي بإعادة كل العمال اليوم نورمال مو يرجع ولكن اليوم هنا شوفنا عودة تدريجية العدد من العمال وعمال أخرين بشيروا بداية الشهر القادم شهر سبتمبر نحن لم نسمع نشي مدير المؤسسة لأنه جانب تقني مرات رعني إذا كان لأنه الوراشات لكلها مش تكون جاهزة مش تبدأت تشتغل ولا لا هل أنه عندهم المواد الأولية بش يبدأوا يخد موراو ثم لازم تعرف أن معمل كان متوقف لمدة تلقيبة ثلاث سنين بش يعاود يخدم منهم جديد راو ثم مواد أولية لازم يقعد تزود بها مسبقا وثم إعداد الألات التي كانت فريق السيانة قالوا أنه ورجعها منذ مدة هل أنه تم إمكانية أن الناس كل تخدم في الساعة الدقيقة الصفر يعني هذا سيناريو كان بالإمكان أن إدارة المؤسسة تحظر الروح باش الدقيقة الصفر نهار الثنين ثمانية متاع أصباح تنطلق كل الوراشات هل هذا ممكن أو غير ممكن ونحن نرى أن نعرفه ما هو الضغوط وربما مواد أولية وغيره خاصة أنه ارتفاع السعر الحاسس ليس سهل لكي تتوفر بعد عامين برشة حاجات تبدلت في وسط الشركة في حد ذاتها المواد الأولية الأسوام برشة حاجات في ظرف عامين وسبعة شهر تتبدل في نفس الشركة نعم، هي رأي شركة المعام البسحل أنا أسبق لي التعمل معها في إطار معين فإنها عندهم إدارة وتعمل الدراسة الفنية وتحديد الأسعار يعني منظمة مهيكلة وبإمكانها أنها عندها القدرة أن تتحين أسعارها على حسب الأسعار الموجودة في السوق لأنه تم حكاية طلب وعرض وطلب وحكاية منافسة أكيد الشركة ضمن خطة العمل المتاحة رأي درس السوق ودرس الموجودة باش نهاته تتبط هي السلاع المتاحة تكون منافسة لما هو موجود خاصة أنه تم بعض السلاع خاصة جانب التركي موجودة سلاع تركية في كل مكان وفي كل المغازات لا نحكي على الجودة لأنه لا نحكي مؤهل باش نقول أما المهم تم سلاع موجودة تنافسية لسمع من اللامس شكرا لك سيحمادي الباقلوتي ماذي ساعة نصف النهار واربعين نتقيق مازلنا موصل معكم مشوارنا في ريكاب ميدي حتى الماذي ساعتين اشتركوا في القناة